السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello everybody معي النهاردة Connect 3 Unit 3 Primary 1 3 الصف الثالث الابتدائي هنكمل منهاج الConnect The third unit الunit الثالثة أو الثالثة اسمها On the Weekend On the Weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع On the Weekend يعني في عطلة نهاية الأسبوع ناخد كده الفوكابلوري النهاردة Drawing يرسم Listening to يستمع إلى Collecting يجمع Pop Music ده نوع من أنواع الموسيقى اسمها موسيقى البوب Collecting قرار الثاني Magnets Magnets اللي هو الماغناطيس Magnets اللي هو الماغناطيس Like يحب Like يحب Love برضو ايه يحب Love يعني شدة الحب أزيت شوية من Like قديم Old جديد New قديم Old جديد New Again Drawing Listening to Collecting Pop Music Magnets Like Love Old New عندي هنا زي sentence جمل بقى بنجيب فيها الverb مع النوين لأن ده زمن جديد هناخده الوقتي بس هنقرأ كلماته الأول Listening to music Listening to music يستمع إلى الموسيقى Collect magnets Collect magnets في ناس عندها هوايات ان هي تجمع الماغناطيس Drawing Pictures Drawing Pictures يعني يرسم صور Play sports Play sports يلعب الرياضة Singing a song Singing a song يعني يغني أغنية Taking photos Taking photos Taking معناها يلتقط Photos يعني صور Again Listening to music Listening to music Collect magnets أو collecting magnets Drawing Pictures Drawing pictures I like أنا أحب I don't like أنا لا أحب يعني أقول I like drawing pictures I don't like Playing sports Singing a song Play sports يعني يلعب الرياضة Singing a song يغني الأغنية Taking photos يعني يلتقط صور أنا أحب I like أنا لا أحب I don't like هنأخذ النهاردة tense جديدة وممكن يكون repeat من قبل كده متقرر قبل كده ولكن مهم جدا أنه هو نقرره كتير يعني علشان دي من أساسيات تعليم English language اسمه Present continuous tense Present continuous tense يعني زمن المضارع المستمر من اسمه كده مضارع يعني حاجة يعني مش حصلت وخلصت لا لسه موجودة الوقتي مستمري يعني لسه مستمرة وما انتهتش يعني شيء بيحدث وما زال مستمر في الوقت الحاضر أو في لحظة الكلام يعني مثلا أنا أقول إيه أنا باكل يبقى فعلا أنا لحظت ما أنا بقول أنا باكل أنا فعلا باكل أنا باجري يبقى أنا أقول أنا باجري طول ما أنا بقول أنا باجري وأنا باجري يبقى ده اسمه Present continuous زمن المضارع المستمر يبقى Refers to something or something happening at the moment something is مفروض هنا is sorry something is happening at the moment يعني شيء يحدث في لحظة الكلام أو في التو أو في اللحظة يعني الوقت يهو أنا باكل الوقت يهو أنا بشاهد التلفزيون دلوقت يهو at the moment at the moment كلمة بتدل على present continuous أي زمن في الدنيا له فورم يعني تكوين بيجي فيه فورمته إيه شكله إيه بتكوين من am و is و are هل بس كده ناو لو بتكوين من am و is و are كده يبقى اسمه present simple زمن مضارع بسيط احنا خدناه قبل كده ولكن هو هنا اسمه continuous يعني مستمر طالما مستمر يبقى الverb هيجي وراه في آخر ing am is are plus verb plus ing am is و are plus verb plus ing verb يعني فعل verb يعني فعل طبعا ال am بتاخد subject i is بتاخد he و she و it والاسم المفرد عارفنا الكلام ده طبعا ال r بتاخد الجامع اللي هو the we وال they وال you والاسم الجامع هنا اقام هنا اقام النفي بتاعها اه sorry اللي اختصار بتاعها apostrof m هنا فيها amint هنا فيها ايه amint يعني ايه احط نط كده تمام is apostrof s اختصارها والنفي بتاعها isn't النفي بتاعها isn't are اللي اختصار بتاعها apostrof r e والنفي بتاعها aren't النفي بتاعها aren't تمام يبقى is isn't am amint are aren't apostrof m apostrof s apostrof r e يعني قدي examples كده اقوم ايه انا مثلا برسم اقول ايه ايام drawing ايام drawing انا جبت الاي يبقى لازم اجيب الاي لانه اللي ليه عليه هو مين الايام اقوم جايب الفيرب بحطاله ing اقوم جايب الفيرب بحطاله ing يعني هنا المشهور جدا المهم جدا في التنس ده لو هو وطر يا ضوينج انت بتعمل ايه الوقتي هو انت بتعمل ايه انا برسم يبقى الان drawing جات ازاي شيلت طبعا قدت الاستفهام بدلت الفاعل بالفاعل لان لازم الجملة تبدأ بايه subject اللي هو الفاعل تمام لازم تبدأ بايه بفاعل ما ينفعش تبدأ بالفاعل المساعد عشان لو بدأت بالفاعل المساعد يبقى معناها اني بقت سؤال اجابته بيس or no زي اللي تحت ده مثلا هناخده الوقت اريو يبقى ده سؤال تمام لكن انا لازم اجيب الفاعل الاول يبقى i والار تتحول am اليو بتتحول i والار تتحول am اليو بتتحول i والار تتحول am ومجايب في اخر ing لعندي طبعا صورة او حاجة يبقى بجاوب هنا على اللي عندي لو ما عنديش يبقى انا جاوب بدماجي اي في اخر ing طبعا انا شفت هنا is طبعا انا شفت هنا مين is يبقى لازم الضمير اللي بعدها ما يبقاش مسلا you لان اليوم بتاخد is اما المفرد علي محمد طيب هنا جبت هنا ايه doing اخرها ing لان انا جايبة is والام والاس والار بيجي وراهم في اخر ing بس تركبت السؤال غير تهكيب الجملة العادية هنا هشيل الوط وابدل الجملة الكلمتين يبقى هي تنزل الاول وراها is يعني بجمع المغناطيس دس yes or no question دس مو yes or no question لانه بدأ بار اجاب yes or no are you collecting magnets هل انت بتجمع المغناطيس يقول ايه yes اليو نزلت i والار تنزل am yes i am yes i am او no i am not او no i am not لا انا ما بجمعش المغناطيس او yes i am collecting magnets او no i am not collecting magnets ممكن نزل ايه المغناطيس دس دي هنا آآ وطبعا ايه الاسئلة دي بتيجي على طوله مهمة جدا طبعا هنا في ملحوظة ان اليو بتتحول ل i وال r بتتحول ل am عنده الاجابة على السؤال هنبدأ بقى ناخد حاجة اسمها يعني ادوات الربط عندي حاجة اسمها بط بط يعني لكن دي ادات ربط بتربط بين جملتين يعني ادات ربط يعني مثلا كده ما اقول ايه انا بحب التفاح لكن ما بحبش الفراولة يبقى انا عندي كده جملتين جملة اسمها انا احب التفاح وجملة اسمها انا محبش الفراولة طيب انا لازم اربطهم بعض اربطهم يعني عشان اخلي معناهم ملائم ان هي تتفهم الجملة فربطتهم ببط لان انا عايزة اوصل معنى تناقض يعني حاجتين عكس بعض انا بحب كذا البس اللي هي بس كده باللغة العربية اللي احنا دايما نقولها بس ما بحبش كذا بالعامية كنا نقول ايه انا بحب العربي بس ما بحبش الماس مثلا او رياضة اه بس دي هي بط او لكن بتتحط وسط جملتين عشان تبين تناقض الجملتين عن يعني هنا I like drawing pictures I like drawing pictures انا بحب أرسم الصور هنا like جاي وراها طبعا الفرب في اخره ing like بجي وراه الفرب في اخره ing I like drawing pictures but ولكن I don't like listening to pop music هنا برضو بطا ما جت ماينفعش اقول I like برضو يعني انا بحب اسأل ارسم الصور ولكن انا بحب استمع للبوب ميوزيك لا طبعا لازم تبقى منفية يبقى جملة مثبتة وجملة منفية يبقى بتربط ما بين جملتين جملة مثبتة وجملة منفية جملة مثبتة وجملة ايه منفية يعني ايه مثبتة يعني مفاش نط يعني ايه منفية يعني فها نط isn't aren't don't didn't doesn't طول ما احنا ماشيين هتعرفوا انه في ايه like هنا ملحوظة بيجي وراي اما الفرب في اخره نجي اما بيجي وراها النون الاسم يعني انا ممكن اقول I like drawing pictures جبت الing ممكن اقول I like pictures على طول I like playing sports I don't like taking food the examples عليها هنا like جاي وراها الفرب في اخره I N G عندي هنا نوعين من ال colors light colors و dark colors light colors الليها الوان الفتحة وال dark colors هي الالوان الغامقة light blue عايز اقول ازرق فاتح اقول light blue ربيتوف ترمي بقى light خفيف او فاتح light خفيف او فاتح dark مظلم او داكن او غامقة dark غامقة dark غامقة dark غامقة الوان colors الوان colors light blue dark blue light blue dark blue يعني ايه ازرق فاتح وازرق غامق light green light green dark green light green dark green يعني اخضر فاتح وازرق غامق اه طبعا دا جزء جديد برضو في اليونت دي بيكلم عن time time يعني الوقت للسؤال عن الوقت what's the time what's the time او what time is it يعني فيه صغتين من السؤال اما what's the time اما what time is it لازم علشان نعرف الوقت لازم طبعا ندرس النامبرز الارقام طبعا احنا عارفين انه one o n e 2 t w o 3 t h r e e 4 f o u r 5 f i v e 6 s i x 7 se ven 8 e r g h t 9 n i n e 10 t e n 11 e l e v e n 12 t w e l v e يبقى النامبرز لازم تحافظ قويس او طبعا اه الساعة علشان ادرسها لازم اعرف بالزبط معناها ايه ونص معناها ايه وربع معناها ايه وإلا ربع معناها ايه واكيد انتو درستوها in arabic بالعرب يعني ما بتجي بالزبط كده تبقى مثلا ايه لو هي كده اللي العرب الصغير جاي على one يبقى one o clock one o clock لو العرب الكبير جا على six اللي تحت دي طبعا يبقى ونص يبقى one هنا يبقى واحدة ونص تبقى ايه half past one half past one يعني ايه half past يعني ونص يعني الساعة ايه ونص يعني واحدة ونص لو هي مثلا ايه two والعرب الكبير جاي على six يبقى half past two لو العقرب جاي على three انا عملكو هجيبلكو ريال كده اقلق ساعة حقيقية وسدرسلكو عليها ايه دي ساعة هندرس عليها كده نعمل عليها كده عندي العقرب الصغير جاي على two طبعا ده عقرب اللي هو الساعة يبقى مبدأ ابدأ اتكلم عن two والعقرب الكبير جاي على 12 طالما جاي على 12 يبقى بالزبط يبقى ساعة اتنين الوقت بالزبط اقولها ازاي اتس تو اقلق اتس تو اقلق طيب لو سري سري اقلق لسا العقرب الكبير جاي على 12 انا ما غيرتوش اتس سري اقلق طب فور اتس فور اقلق طبعا العقرب الصغير جاي على فور هندق الفور الاول وبعد كده اتولف اه ما قولهاش لان هي بالزبط ايه كده ايه الصاربة بالزبط فور اقلق فايف اقلق واتس زا تايم هنا حلوين طبعا ايه سكس اقلق سكس اقلق انا لسه مغيرتش عقرب الكبير هو بس يتحرك لما بحرك الصغير تبقى سيفن اقلق ايت اقلق لما يجي برضو الاتنين على العقرب اللي على اتناشر يبقى الوقت اتناشر بالزبط طيب انا عايز العقرب الكبيرة بدأ بقى ايه حرقه هجيبه على ستة طالما جبته على ستة يبقى انا كده نصصت الساعة اسمتها نصين اسمتها ايه نصين يعني بقت ونص اي حاجة ونص اتناشر ونص واحدة ونص اتنين ونص تلاتة ونص اربعة ونص خمسة ونص ستة ونص سبعة ونص تمانية ونص تسعة ونص عشر ونص ماقولش سك ساقولو نص ونص دلي هف باست يبقى هف باست ديفوه هاف باستي 5 هاف باستي 6 مش هالة السبع كده تبقى كام هاف باستي 7 هاف باستي 8 هاف باستي 9 هاف باستي 10 هاف باستي 11 هاف باستي 12 تمام؟ يبقى انا بنطق الهاف باستي الاول بعد كده النمبر بتاع الساعة طيب انا عايزة اغير العرب الكبير اخليه ربع وربع يعني دي كده وشكة ده ربع الساعة ربع الساعة يعني ايه؟ يعني يعني الوقت العرب الكبير على 12 هم ايه لأيه؟ كورتر باستي 12 كورتر باستي 12 كورتر باستي 1 كورتر باستي 2 هما يقول اتنين على ثلاثة يبقى هي كورتر باستي 3 اعملها عادي كورتر باست 3 كورتر باست 3 العرب الكبير جايه على ثلاثة يبقى ربع ساعة وجصة صغيرة على اربعة يبقى نقول الساعات كورتر باستي 4 كورتر باستي 4 كورتر باستي 5 كورتر باستي 6 كورتر باستي 7 كورتر باستي 8 كورتر باستي 9 كورتر باستي 10 كورتر باستي 11 وقلنا كورتر باستي 8 طيب العقرب الكبير خلاص انا حركته على سري مرة وحركته على ونص مرة يعني حركته على وربع مرة ونص مرة نجي بقى على الا ربع الا ايه ربع يعني الساعر الوقتي مثلا بالعربي كده واحدة الا ربع مقل او مقالي لقى ايه كورتر مش باستي بقى زي هنا لا كورتر 2 كورتر 2 يعني الا ربع الا ربع كورتر 2 الا ربع كورتر 2 يبقى ايه كورتر 2 كورتر 2 2 2 2 غير دي يعني 2 اللي هي بتاعت كورتر غير 2 دي 2 دي ليتي طب لي قرر رقم لكن كورتر 2 دي كلمة لبعضها معناها الا ربع كورتر 2 3 طب جبتها الاربع كورتر 2 4 ايه كورتر 2 5 ايه كورتر 2 6 ايه كورتر 2 7 ايه كورتر 2 8 ايه كورتر 2 9 لما يقول اتنين على بعض عادة عند ال 9 اتعمل ما عادي زي بقى الارقام ايه كورتر 2 9 ايه كورتر 2 10 ايه كورتر 2 11 ايه كورتر 2 12 يبقى ماجه بالزبط على اتناشر العرب الكبير ده ما يجي على اتناشر من الجيبه ده مسلا على التوهد العرب الكبير ده ما يجي على اتناشر يبقى تو اوكلوك او الكلمة ايه اكلوك يعني بالزبط نزلت به على ايه? على وربع يبقى كورتر باست. نزلت به على ربع بايه? يبقى كورتر باست تو. كورتر باست تو. ما انت منطقش اسخي خالص. ماشي? الا ازا كان العقرب الصغير جاي عليها. ايا هنا دلالة مش على انها على تلاتة. ايا دلالة على انها ايه? انا كده اخدت ربع ساعة. ده ربع. مش انا لو قسمت الرجيف كده. لو انا قسمت الرجيف او قسمت الدايرة يبقى بتعمل لي كده. وكده. ده كله ربع. ده ايه? كورتر باست. طيب. لما نزل بالمينتس اللي هو الاقرب الدقيق على سيكس يبقى نصصت الساعة ونص يبقى هفباست. هف باست تو. هف باست تو لما جيبها على enlym. يبقى ايه? هنا كورتر باست. هنا كورتر تو. هنا كورتر باست. هنا كورتر تو يا ريتي بقى عندكم ساعة علشان تبقى ريال اوبجيكس بالنسبة لكم ان انتم تعلموا اولادكم عليها الساعات وهي بالتكرار يعني انتم اعمل تدريب على ساعة حقيقية عندنا علشان تثبت في ايه والمسميات بتاعت تثبت في عقل الطالب يعني المسميات اللي هي اقلوك وكورتر باست وكورتر تو هاف باست مهمة جدا ان هي تتذكر وتتحفظ دلوقتي يارب يكون عجبكم الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته